موضوع السادس وهو ترتيب المقاصد إذن بعد أن عرفنا الضروريات وعرفنا الحاجيات والتحسينيات والعلاقة الموجودة بينها لابد أن نبين هذا الأمر أو نزيد الأمر بيانا من خلال بيان ترتيب المقاصد ولماذا ترتب المقاصد بهذا الترتيب؟ هذا هو موضوع درسنا إذن سنحاول أن نصل إلى الأهداف التالية من خلال هذا الدرس إدراك تفاوت المصالح في نظر الشرع إذن الشريع الحكيم ينظر إلى هذه المصالح بندرة متفاوتة لابد أن ندركها عفوا تعرف منهج الأصوليين في ترتيب المصالح وحججهم حول فوائد الترتيب لماذا نرتيب هذه المقاصد والمصالح؟ وأخيرا تحديد أسس الموازنة بين المصالح عند التعارض إذا وقفنا على تعارض بين مصالح أو مصلحتين فما على أي أساس يجب أن نوازن ونختار إذن نحدد لابد من معرفة الأسس التي على أساسها تتم الموازنة إذن سنتناول الموضوع من خلال المحاور التالية سوف نتحدث عن ترتيب المقاصد كمحور ثم نتحدث عن فائدة ترتيب المقاصد ما الفائدة من ترتيب هذه المقاصد؟ لنمهد لموضوعنا المصالح المقصودة للشارع هي ثلاث مراتب تكون فيها المقاصد الضرورية أصو ومقاصد الحاجية والمقاصد التحسينية هي مكملات مكملات لتحسين الضروري على الوجه الأكمل إذن الضروري هو الأصل هو الأول الذي تخدمه باقي المصالح الأخرى وقد اختلف الوصوليون في معايير ترتيب الضروريات الخمس نفس العقل المال نسل الدين إلى آخرين باعتبارها أصولا للمنهج المقاصدين وأهمية تلك المعايير التمييز على مستويات الموازنة بين المصالح مصالح الأفراد والجماعات وغيرها وتقديم الأولى عند التعارض في حالة تعارض هذه المصالح فألأي أساس يجب أن نصدر الحكم في الأمر إذن فما مذهب الجمهور الأصوليين في ذلك وأين تتجلى أهمية ترتيب المقاصد في طلب المصالح لنتحدث عن المقاصد ثلاثة والمصالح التي هي مصالح متعددة ننطلق من نصوص شرعية نبدأ بقوله تعالى في سورة البقرة الآية ميوتلة وسبعين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَا نُدْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إن الله غفور رحيم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معادا رضي الله عنه إلى اليمن فقال أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس سلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم توخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم الحديث أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة بالنسبة للمفردات الواردة في النصين أضطرة فمن أضطرة ألجأته الضرورة والحاجة الضرورة والحاجة إذن لذطرار ليخرج معنا ويبقى معنا كل ما هو خارج للضطرار غير باغي البغي أي إرادة فعل الشيء بمحضي الإرادة والطوع ولا عاد يعني غير متجاوز قدر الضرورة بالنسبة مثلا لأكل الميتاه يأكل بقدر ما يحفظ حياته ولا يتجاوجوا إلى حد الشبع مثلا نستخلص من نصوص المضامين التالية ذكر الله تعالى للمحرمات من الأطعمة مقرون برخصة التيسير على المكلفين في ذلك إذن حدد الأطعمة المحرمة وحدد أيضا الرخص الرخصة للمضطر في حالة الترارة أيضا نجد الحديث الشريف يرتب أولويات الدعوة وأيضا يرتب أولويات الدين الأحكام الأول فالأولى فالأولى ونلاحظ أن في هذا التشريع تدرج يامر النبي صلى الله عليه وسلم معادا بالتدرج في الدعوة شيئا فشيئا وليس الأمر وليس الأمر بكل الأحكام دفعة واحدة وإنما هو أسلوب تعليمي تربوي حكيم من النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه لرسوله إلى اليمن نترتيب الضروريات والحاجيات والتحسينيات فيما بينها أمر أساسي إذن فلا يمكن أن نترك الأمر على عواهنه وإنما يجب أن نرتب وقد رتب الأصوليون والشريعة انطلاقا من أحكام الشريعة لأن هذه المادة هي أصول الفقه القواعد والعامة التي ينتلق منها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية من النصوص ومن أدلتها التفصيلية إذن فلا بد أن يعرف الأصولي أن يعرف المشتغل باستنباط الأحكام والاستغال على أحكام الشريعة أن يعرف ما هو الترتيب الذي عليه الأصوليون وجمهور الأصوليين بالنسبة للضروريات والحاجيات والتحسينيات إذا أخذنا هذا السلم كسلم للترتيب سنجد أن الأصل في القمة وهو الضروريات ثم تأتي بعدها في المرتبة الحاجيات ثم تأتي في المرتبة التالتة التحسينيات إذن هذا ترتيب الضروريات والحاجيات والتحسينيات فيما بينها ف حينما نبحث وندقق سوف نجد أن الضروريات هي أصل للحاجيات والحاجيات تظهر حول هذه الضروريات والحاجيات هي أصل أيضا للتحسينيات وتحسينيات تظهر حول الحاجيات وهكذا ثم نجد أن الضروريات هي أصل للتحسينيات إذن ف هناك علاقات موجودة بين هذه المقاصد الثلاث فبعضها أصل للبعض ولكن الأصل الذي يجمع الجميع هو الضروريات وأيضا نجد أيضا أن التحسينيات هي مكمل للحاجيات تكمل تلك الحاجيات وبدون هذه هذه التحسينيات قد لا تتضرر الحاجيات ولكن قد يلحق الناس الحرج بسبب فقدان وتضيع وترك التحسينيات ثم نجد أن هذه الحاجيات أيضا هي مكمل للضروريات مكمل لما هو ضروري إذن وطبعا سوف نصل في نهاية المطاف إلى أن التحسينيات هي مكملة للضروريات في نهاية المطاف هي مكملة للحاجيات ومكملة للضروريات إذن فهذا هو الترتيب وهذا هو المجمل العلاقة أو العلاقات بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات ثانيا سوف نتحدد عن ترتيب الضروريات فيما بينها إذن تحدثنا عن ترتيب المقاصد الثلاث الآن سوف ننتقل إلى الحديث عن كل قسم على حدة ترتيب الضروريات فيما بينها الترتيب المشهور بين الأصوليين هو كالآتي إذن حفظ الدين يليه حفظ النفس لأن حفظ الدين هو الأساس ثم حفظ العقل وحفظ النسل ثم حفظ المال فدليل حفظ الدين هو أن الدين هو المقصود الأعظم من الحياة قال الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إذن فالدين هو أصل كل شيء ومصلحة الدين مقدمة على جميع المصالح الأخرى ومثلا الجهاد في سبيل الله بالمال وبالنفس فالنفس رغم مرتبتها المتقدمة ولكنها ليست مقدمة على حفظ الدين أيضا بالنسبة نجد بالنسبة لحفظ النفس أنه مقدم على ما دونه من المصالح من العقل الناس المال نقدم النفس على غيرها وقد تحدثنا عن هذا الأمر باقتضاب وبإشارات في دروس سابقة وبنسبة لحفظ العقل نجد أنه مقدم على ما دونه لأنه مناطق التكليف ثالثا أو رابعا وهو حفظ النفس ودليله أنه مقدم على المال لأن النسل سبب وجود الإنسان كما أن النفس هي سبب وجود باقي المصالح التي دونها ضروريات التي دونها الحفظ المال يأتي في الأخير لأن غاية تحصيله الشرعية هي خدمة المصالح قبله وأن يكون من مصدر شرعي وأن ينفق فيما أمر الله به نمر إلى المحور الثاني الذي نتحدث فيه عن فائدة ترتيب المقاصد وننطلق من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطة الرجيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أنعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا والآية في سورة الكاف الآية السبعين والغصب هو القهر والظلم والجور نتخلص مضمون هذا النص ونقول بأنه بأن إنقاذ السفينة من الغصب غصب الملك الجائر هو كان لا يمكن إطلاقا يعني تفاديه إلا بإلحاق عيب بالسفينة فهو تدبير رباني حكيم ألهمه الخدر عليه السلام فقام بالعمل رغم أن هؤلاء المساكين كما في الكتب كتب التفسير قاموا بإركابه مع الخدر وموسى عليه السلام بدون مقابل فقام بخرقها فاستنقر موسى عليه السلام الأمر ولكنه تدبير رباني حكيم لحفظ مال المساكين هؤلاء المساكين العاملين في البحر إذن معنا هذا أننا يمكن أن نقدم المصلحة الأهم على التي دونها فائدة ترتيب المقاصد هو إذن الموازنة والمفاضلة بين المصالح المتعارضة أو المتزاحمة بحسب أهميتها من أجل الحكم وتقديم الأولويات ومفاضلة بين المصالح المتعارضة طبعا إذن تتم الموازنة بين المصالح بحسب أهميتها من أربعة وجوه هذا أمر يجب أن ناخده بعلاعتبار بحسب اندراجها تحت المكملات الخمس أولا ثانيا بحسب اندراجها وسنبين كل هذا بحسب اندراجها تحت مراتب المقاصد الثلاث إذن اندراجها تحت المكملات الخمس و مراتب المقاصد الثلاث وبحسب أصولها من الكليات إذا اتحدت الرتبة تحدت في رتبتها وأخيرا الموازنة بينها بحسب رجحان وقوعها إمكانية وقوعها فبالنسبة لاندراجها تحت المكملات الخمس يعني أنه ما يكون به حفظ الدين مقدم على حفظ النفس عند التعارض إذا تعرضت مصلحة الدين ومصلحة النفس نقدم مصلحة الدين إذن بحسب اندراجها تحت المكملات الخمس وبحسب اندراجها تحت مراتب المقاصد الثلاث نقول بأن الضروري كأصل ضروري كأصل مقدم على الحاج والتحسين عند التعارض إذا تعارض التحسين أو حاج مع الضروري نقدم الضروري بدون مناقشة وأيضا نقدم إذا تتم المواجهة بين مصلحتين بحسب تعلقهم تعلق متعلقاتهما عند التعارض كل مصلحة بماذا تتعلق هل بأمر ضروري أم حاجي أم تحسيني أيضا والأخير الموازنة بينها بحسب رجحان وقوعها يعني أنه يقدم ما تكون به مصلحة مؤكدة على ما يؤدي إلى مفسدة الراجحة إذا كان هناك مصلحة مؤكدة يعني وهناك مصلحة ولكنها قد تؤدي إلى مفسدة فإننا نقدم المصلحة المؤكدة على المصلحة المؤدية إلى مفسدة راجحة إذا تقوم الموازنة الفايدة من ترتيب تتم الموازنة بحسب مقدار شمول هذه المصالح فتقدم المصلحة في هذه الحالة تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند التعارض دائما المصلحة العامة العموم تقدم على المصلحة الخاصة بتعويض الموازنة بحسب رجحان وقوعها يعني يقدم ما تكون به مصلحة مؤكدة على ما يؤدي إلى مفسدة راجحة إذا نحتفظ من كل ما قلنا في هذا الدرس أن ترتيب المقاصد هو للموازنة والمفاضلة بين المصالح المتعارضة أو المتزاحمة وأن ضروريات والحاجيات والتحسينيات ترتب بحسب هذا الترتيب الضروريات كأصل والحاجيات والتحسينيات مكملات للضروريات حتى يأتي بها المكلف على الوجه الأكمل وبهذا عزائي الطلبة كونوا قد أنهيت حصة هذا اليوم وأتمنى أن تكونوا قد استوعبتم ما لخصناه أو حاولت تلخيصه لكم في هذا الدرس دعما لجهودكم التي تبدلونها أتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء في درس مقبل بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله